موسيقى صباح الخير يعني خلصت عطلة العيدة الطويلة والعالم رجعت على اشغالها ورجعت عجقة البلد ان شاء الله تكون هذه العطلة الطويلة بفرح وبسعادة مع عيالكم ومع الاشخاص الذين تحبون ونحن رجعنا معكم اكيد ودائما كل ايام العيد كنا مكملين معكم بصباح الخير على قناة السماء ورجعنا هلا اكيد لحلقاتنا لحتى نمضي معكم كل يوم ساعة ونصف او ساعتين تقريبا من الوقت واليوم معكم وردوانا لحتى نمضي هذا الوقت سوا ونقدم لكم كل الفائدة صباح الخير صباح الخير يا رانا كيفك بعد العيد؟ تمام غير شكل صباحك وان شاء الله على طول انتي وكل المشاهدين تكونوا غير شكل صح نحن خلصنا عطلة العيد ولكن خبريات العيد وفرح العيد وجوائز العيد لست مكملة معنا ببداية حلقة اليوم بدنا نخبر كل المشاهدين المشتركين بمسابقة العيد الخاص على قناة سماء الفضائية بانه السحب رح يكون اليوم الساعة ثلاثة بعض الظهر بمقار المؤسسة العربية للإعلان على راتب خمسمائة الف ليرة سورية ولمدة سنة كاملة والجائزة الفورية يعني الجائزة اللي بدون سحب اللي هي كاش بقيمة نص مليون ليرة سورية ايضا للمشترك اللي باعت اكبر عدد من الرسائل خلال ايام العيد ولغاية اخر دقيقة قبل السحب يعني للتنتين وتسعة وخمسين دقيقة اليوم بعض الظهر لذلك لسا الوقت معكم لتربحوا الراتب او حتى الكاش مباشرة وبدون سحب استفيدوا من الفرصة باعتوا اكبر عدد ممكن من الرسائل قبل الساعة ثلاثة واكيد رح يتم الاعلان عن اسم الرابحين اليوم عبر شاشة سماء الفضائية بالفترة المسائية وبحلقة بكرة على صباح الخير نحن رح نتواصل مع الرابحين لنباركلهم الفوز ونهنيهم بالراتب وبالكاش وبحضور ممثل عن شركة لينك أب المنظمة لمسابقة الراتب ليخبرونا بكل شي جديد بالأيام القادمة لانه المفاجآت متما ذكرنا مستمرة وما بتخلص اكيد توفيق للكل وان شاء الله يكونوا هيك الرابحين مثل ما قالنا حنخبركم كمان بكرة ونبارك لكم عبر برنامجنا اكيد معنا الكثير من المواضيع ضمن حلقتنا لليوم اللي اكيد بتحمل فائدة ومتعة وشو هي أبرز عنوين حلقتنا خلونا نشوف كيف تستغل المساحات الفارغة بمنزلك بالشكل الأمثل؟ ومعاهد الأسد لتحفيظ القرآن الكريم نشاط دائم في مساجد سوريا التهاب الغضاريف والمفاصل أبرز الأسباب وأفضل طرق الوقاية والعلاج شو هي الطرق؟ وضع مكياج صيفي خفيف ونصائح بتخلي يدوم بالحرارة العالية نشاط فني كثيف للفنانين بالعيد وآخر أخبار الفن ضمن صباحنا لليوم الكثير من الأخبار عم تشغل العالم مع أشراقة كل صباح وبدورنا أكيد بنحاول نختار اللي بيحمل مننا الفائدة والمتعة شو هي أبرز أخبار العالم لهذا الصباح؟ خلونا نتابع سوا جولتنا المنوعة بلشت وبداية أخبارنا من مصر أضع المصري حاتم إنديل أطول رحلة تجديف داخل نهر النيل من أسوان لضميات كخطوة هي الأولى من نوعها بطل التجديف المصري أنهى بوقت سابق رحلته يلي متدت لمسافة نحو 1250 كيلومتر عبر قارب صغير ومن مصر لفرنسا كفيفة لاحقت شغفه وصارت أشهر موذيعات الراديو ببلدها لاتيتيا برينرد حصلت على شهادة الثانوية العامة ودرسة العلوم والصحافة ومارست رياضة الفروسية كراكيزة للتوازن ونالت لقب بطلة فرنسا حوالي خمس مرات شغفه منحة القوة بالتدريب الجامعي والمهني تبدأ رحلتها عام 2005 وتقدم برنامج رياضي براديو فرنسا وأخيرا جولتنا هتنتهي باليابان أضاءت نحو 1800 طائرة مسيرة بدون طيار معا على شكل ثلاثي الأبعاد بحاكي الكوريا الأرضية فوق الإنستاد الأولومبي في توكيو وشاهد العديد من سكان توكيو حتى يلي ما تمكنوا من حضور الحدث وسمحت الحكومة اليابانية فقط للصحفيين وبعض الضيوف بالدخول للمكان لكن المدارش كانت خانية من الجماهير بسبب جائحة كوفيد 19 ما بدنا ننسى نرحب شيف فايزي اللي صار معنا كل يوم بصباح خير على طنات سماء ليعرفنا شو محضر أطباق وشو طريقة تحضير صباح الخير يا شيف سعد صباحك ورد صباح خير شيف سعد صباحك رنق أهلا وسهلا فيك شو محضرنا لليوم طبخطنا اليوم هي المعكرونة بالبشاميل مع قطع الدجاج يعني تحب ورد؟ المعكرونة بفضلة بالسوس الأحمر بس طيبة كما بالبشاميل لا أنا بحب السوس الأبيض فاليوم خلاص معناتها خلاص اتفقنا خلاص كل واحد نوعه كل واحد سوس لازم أهلا وسهلا شكرا شيف منشوك بعد شوية طريقة التحضير كاملة في بعض العوامل مشاهدينا بتقلل من أعراض التهاب المفاصل مثل خفض نصلة الكوليستيرول بالدم بالإضافة إلى الحفاظ على وزن صحي طول الحياة طبعا هذا الشيء أكيد ممكن يصير بإتباع نظام غذائي متوازن فشو هي الأطعمة يلي بتساعد مرضى التهاب المفاصل والأطعمة يلي بتزيد من الاتحابات هاي المفاصل تفاصيل أكتر بهالتقرير النظام الغذائي بيساعد بالفتح على الأعراض أو الأوجاع اللي ممكن تطيب الركبة والمفاصل وكل شيء من تناوله بيساهم بالمحافظة على المفاصل والعظام القوية فبحث بالتراسات اتباع نظام غذائي صحي بحد من خطر الإصابة بأعراض التهاب المفاصل مثل التورم وتسلب العضلات بالإضافة لأكتر أشكال التهاب المفاصل شيوعا وهي هشاشة العظام ومن أهاب هاي الأغذية الأسماك لأنها تحتوي على الأحماض الدهنية أوميغا 3 اللي بتساهم مكافحة الالتهابات وخاصة الالتهاب المفاصل ثانيا السيوت بعض منا بيقلل نسبة الكوليستيرول وبيخفض الالتهابات ومنتجات الألبان وأنواع الجبن المختلفة تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم وفيتامين دال اللي بيزيد من قوة العظام وبيقلل الأعراض المؤلمة والالتهابات بروكولي أثبت العلماء أنه البركولي في مادة تبطئ من تقدم هشاشة العظام بالإضافة لأنه غني بفيتامين سي وكي والكالسيوم وكمان في ثلاث أنواع من الطعام لازم يتجنبها مرضى التهاب المفاصل لأنه بتزيد من الأعراض وآلام الناتجة عن الالتهابات وهي السكر وخصوصا المعالجة لأنه بتزيد من إفراز مادة السيتوكينات المناعية اللي بتفرض بحالة الالتهابات أما السكريات الموجودة بالمشروبات المحلّة فهي بتزيد من إلتهاب المفاصل وأيضا الدهون المشبعة بتزيد من مستويات الكوليستيرول بالدم ومن وزن الجسم فبالتالي بتضغط بشكل ملحوظ على المفاصل اللي بتكون أساسا مصابة بالالتهاب ثالثا وأخيرا الكاربوهيدرات المكررة بتحفظ الالتهابات الموجودة بالجسم عموما يعتبر وجود مساحات فارغة بالبيت مظهر مزعج ومملة لكثير من الأشخاص من الضروري يتم استغلالها بطريقة أنيقة وصحيحة لتعطي جمالية أكبر لديكور البيت على فكرة رنا مساحة فارغة مو يعني البيت بمساحته كبيرة صح ممكن أن يكون الغرف حجما صغير ولكن فيها مساحات غير مستثمرة هذا هو موضوع حديثنا لليوم ضمن فقرتنا لليوم رح نصلط الضوء على موضوع استثمار المساحات الفارغة بالديكور ومعنا مهندسة العمارة الاستاذي علا ضاحي لاتخبرناك للتفاصيل صباح الخير صباح الخير صباح الخير أهلا وسهلا فيك معنا يعني خلينا أهلا وسهلا فيك خلينا بداية نوضح أكتر لمشاهدينا شو من قصود أو شو شو هو المنظور خلينا نقول الفارغ بمساحات البيت تماما هلأ هي مساحة المساحة الفارغة من البيت هي كل غرفة بالبيت فيه إلى وظيفة معينة لازم تخدمها فأي مساحة هي زادت معنا بعد ما أنا كملت الأساس كاملا لهذا الفارغ بالغرفة هي صارت مساحة فارغة ولازم طبعا نتأكد أنه هي مساحة فارغة ولازم ننظر له كفرصة يعني هي فرصة انخلقت لنا لنقدر نعطي شيء إضافي لهذا الفارغ لنقدر نخليه أكتر بناصبنا وبناصب شخصيتنا فلازم الاعتناء كثيرا بموضوع المساحات الفارغة وهي مثل ما تفضلت أنه هي ما دخل بمساحة البيت هي ممكن يكون بس مستغلة بالطريقة الصحة صح تماما فممكن كمان أنه أنا استغل بطريقة أحسن تعطيني رياحة أكتر لإستخدام الفراغ اللي هي موجودة فيه أوكي طالما عم نحكي عن توصيف المساحات الفارغة والحيز نحنا منسميه بالهندسة كيف بدنا نملى هالحيز أولاً وتانياً أو هي قبل أولاً كيف بدنا نعرف أنه هذا فعلاً مساحة فارغة تستثمر وإلا هي ممكن تكون معيقة لألنا بالضبط الآن نحنا لازم ننتبه كمان في المساحة الفارغة مثل ما أنا لنحددها أنه هي مساحة فارغة أنا لازم كون متأكدة أنه أنا كل المستلزمات تبع هذا الفراغ أنا عملتها يعني ما فيني إيجي على غرفة جلوس فارغة فيها كرسيتين وقول في عندي مساحة فارغة لا أنا إذا في صفايات ما حطيتون إذا في طاولات ما حطيتون لازم تتحدد بطريقة صحيحة لازم ننتبه كمان على المساحة شبه الفارغة اللي هي ممكن تكون أنه أنا هذا الفراغ أنا ماني قادر حط أساس ثابت ثابته على الأرض عطول موجود لأنه مثلا في حركة مرور في أي شيء أنا ممكن ضل عم بيستخدمه بنفس الوقت هو فارغ معم يعطيني شيء هي أكتر شيء من لاقيه بالموزع تبع البيت بالمدخل تبع البيت يعني هاي المساحات هي بتلبك يعني هيك الشخص بيطلع عنه ما فيكي تحطي بقلبه شيء إنه تماما يعيق الحركة أو يضل ثابت على طول ممكن يضوجلك حتى عينك بين الكنابيات أنا بحس إذا الكنابيات حجموا نضخل تماما ففي مساحة كرسي موجودة بين الصون بدي حفو كرسي فيها ما بمشي الحال لأنه أنا بدي روح وأجيه صحيح بدي حط شيء تضل مساحة فارغة تضل بعينك مراكزة يعني فكما لازم نعرف هؤلاء المساحتين مثل ما عليك تقول الفارغة وشبه فارغة تمام طيب خلينا معناتا نبدأ خلينا نقول أوضة أوضة تمام يعني نحنا اليوم من أكثر القوض استخداما بالبيت هي غرفة الجلوس أو أوضة الأعدم كما نحنا منسميها مثل ما أنا أجمالا البيوت هي مساحات تمانا كتير واسعة عنا أجمالا بيوتنا هي مساحاتها صغيرة ولكن بنفس الوقت لا نرى استغلال صح لهذه المساحات أنا غرفة الجلوس كيف فيني رتبة بالطريقة الصحيحة وعبي كين الفراغات الموجودة؟ صحيح معك حق خصوصي لما البيت يكون صغير فأنا أكثر لازم انتبه على الديكور وعلى القطع اللي عم حطة بالفراغ لأنه بيصير أي شغلة صغيرة ممكن تعمل كركبة كبيرة وهذا الشي ما بدنا يعني هو الديكور الناجح مو اللي بيكون حلو بالصورة هو الديكور الناجح ياللي بعد استخدام شهر من مستخدم المنزل نفسه بيضال حلو بيضال مرتب بيضال مريحو فخصوصي بالبيوت الصغيرة لما تكون غرفة الجلوس هي عم تخدم وظيفتين جلوس وضيوف فأنا كتير لازم انتبه أنه أنا يكون عندي قطع مثلا تخزينية ناعمة شكل حلو لشواحن الموبايل لشواحن اللابتوب ممكن ديسك صغير بينطوى بيتفرد يعني لازم انتبه على متطلبات كمان العصر اللي عم تتغير يعني هلأ مثلا نصرنا منشوف أنه الشغل من المنزل لنقول الانلاين والاجتماعات الانلاين هي صارت شيء كتير مطروب وموجود بحياة أي حدا فينا أنا ما عم بقعد ببيتي فس لقعد أنا عم بقعد بشتغيل تماما فأنا صار بدي فراغ أولا أن يكون نضيف أقدر حتى غراضي دفتر اللابتوب أو أي شيء ثانيا أن يكون وراي شيء مرتب ممكن هذا نلحظه بفراغ كتير صغير فهي الأمور لازم تنتبه له وبالنسبة للفراغات المساحات الفارغة بالغرف الجلوس هي كتير تتعلق بطبيعة الشخص اللي يستخدم هذا الفراغ يعني ممكن شخص أنا بسأله بقى أنهم بعمل مقابلة مع الشخص الصاحب المنزل وبسأله فإذا قال لي أنا بحب كل يوم أعمل أقرأ الجرايد وحل الكلمات المتقاطعة أنا بحط له ركن قراءة صغير مع ممكن مكتبة صغيرة حده إذا قال لي أنا كل يوم بحب أني أشرب قهوة حد البالكون أو حد الشباك أو كذا بحط له طاولة للقهوة مع زريعة صغيرة يعني كمان بتفرق من شخص لشخص حسب الشخص حسب تشغيل الوظيفة لكل عنصور أنا أستخدمها بالدكور حسنا قبل أن يدركنا الوقت أنا أريد أن أسأل عن الزوايا نحن في أي غرفة نحن فقط نتطلع نجد الزاوية فاضية وغير مستثمرة لا وظيفياً ولا جمالياً ما هو الحل الهندسي؟ الآن غالباً أن الزوايا تخلق مثل ما قلت خاصة بين الكنبايات هذه الزوايا التي أغلب العالم تحط فيها طاولة صغيرة وليس نستخدمها لا نستطيع أن نشيلها لأننا نظرها المحلة لأني أتعلم الآن أمكن أن أجد فكرة جميلة لرفوف المعلقة خصوصي الآن مثلاً أمكن أن أعملها بكذا أشكال وليس ضرورة تكون منتظمة أولاً شكل تكسر الزاوية لا أعطي أن أرى زاوية جامدة وميتة مثل ما قلت وفي نفس الوقت أتعلم إلى زريعة صغيرة صبارة مثل هدون مثلاً لوحة أي شغلة كثيراً شكل جميل للفراغ نعم 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 نصيحة أخيرة لكل أشخاص اللي يتابعون اليوم حاسين بهذا الفراغ اللي موجود عندهم كيف ممكن يعبوه بالضبط الأهم نصيحة أنه الديكور مضروري يكون مكلف لحتى نستفاد منه ونتهنى فيه كثير مهم كل شخص يحدد بالضبط هو شو متطلباته وشو الفراغ اللي عنده سامح له أنه يستخدم فهيكي بقدر يعرف ما يجيب قطاع يعني ما بكفي شغلة عند حدا قول واو حلوة بجيبها لا ما هيك القصة أنا بدي أعرف أنه هي فعلاً بتخدمني أنا بحاجة شيء ثاني أهم منها ممكن فهي الأمور كثير مهم فكل شخص لازم يعرف شكراً لك شكراً لكم شكراً لكم ولقاءات قادمة بمواضيع أخرين إن شاء الله شكراً لك شكراً لك مشاهدين تعد زيادة الإنتاجية أحد فوائد الرياضة الصباحية فأكيد الاستيقاظ بكراً وإتمام مهمة القيام بالرياضة الصباحية يعطي شعور بالإنجاز والتحفيز هذا الشعور يستمر معنا لطول النهار وهيك دقائق مرياضة الصباح صارت جاسة صباح الخير صباح المشاط والحيوية سنبدأ اليوم تماريننا مع بعض تماريننا بيحتاج سنبدأ بأول تمارين مع بعض مارش اثنين ثلاثة عارشة ستة سبعة 2 وابت اثنين اثنين ثلاثة بعد اثنين خمسة ستة ثلاثة ثماني رح نبدأ مع بعض حط رجل على الستير والثاني فوق طواتش رح أخد فيها خطوة خطوة لبرة برجع خطوة أصغر فوق خطوة صغيرة خطوة أكبر بنزول فيها سيبوات تحت برجع خطوة صغيرة فوق نايل ثلاثة أربعة خمسة سبتي عم تشتغل على الرجلين سبعة ثمانة آخر تنتين آخر مرة رجلي نفصل طلعت فيها على الستير بحأخد خطوة لورة برجع بطلع بدون اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة مع ايدين سريع واحد اتنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانة آخر تنتين وآخر مرة بريح باخد نفس مشان بدل على الرجلة تانية كمان فوق تتش رجلة تانية خطوة صغيرة ثلاثة خطوة أكبر بنتج فيها ثلاثة خطوة صغيرة ثلاثة 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 أربعة خمسة ستة سبعة ثلاثة سبعة ثلاثة ثماني آخر ثنتين وآخر مرة كمان فوق رح أطلع فيه دوري برجع ثماني ثلاثة أربعة خمسة ستة ثماني مع يدين فوق بثبت واحد ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثماني تسعو وآخر واحدة بريح باخد نفس هطلع كاب على ستب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثماني آخر ثنتين وآخر واحدة ريح باخد نفس بحاول راجع نبضات القلب محلة وهي بكون خلصة مارينة لليوم بشوفكم بحلقة بكرة باي باي موسيقى 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 يسعد صباحكم من جديد عنا الماكرونة بالبشاميل مع قطع الدجاج عنا بالمكونات مع كارونة مسلوقة مسبقاً ومبردة ومصفاية عنا قطع الجاج كمان شوحناها بشوية سمنة عنا الفطر عنا الزبدة والطحين عنا البهارات هي الفلفل الأبيض والأوريغانو وجوست الطيب وعنا مكعب مرأ الدجاج وفي عنا كريمة الطبخ بالنهاية هاي بتنزاد آخر شيء وأكيد المكون الأساسي بالمعكرونة البشاميل هو الجبنة الأشقوان أو المزوريلا رح نباشر فوراً حننزل الزبدة نزلنا طبعاً أكيد الزبدة بتكون بحرارة الغرفة رح نباشر ننزل الطحين بدنا الطحين انحمره شوي بتطلع ريحك الطحين الحلوة مع الزبدة وهذا اللي بيعطي النجهة طيبة لصوص البشاميل صوص البشاميل اللذيز يبينضاف لأكلات كتير ستيكات واسكالوب ومعكرونة فيه أمور كتير تستعمل فيها هذا الصوص كتير أساسي وهي مكوناته رح نعملها بعد ما الطحين عطانا هاي الريحة الحلوة ريحة الطحين المحمص بدنا ننزل عن النار شوي ما بصير يضل عن النار بدنا ننزل الحليب ونحرك ببطء مش بسرعة بدنا ننزل شوي شوي لحتى الطحين ما يتكتل ويعمل كتل فنحنا بدنا نوزع خارج النار الحليب على مراحل هلأ نحنا عم ننزل الحليب فوق الطحين والزبدة لحتى نحصل على المزيج اللي بدنا ياه رح نخلي شوي حليب مشان ندوم فيهم مكعبات مرأ الدجاج رح نرجع المزيج تبعنا على النار ونحركه باستمرار لحتى ما يلزق أو ما يعمل كتل هذا البشاميل بيتضف له البهارات التالية هلأ رح نحط البهارات نحنا فلفل أبيض وكله حسب الرغبة وفي عنا الأوريغانو كمان شوي وفي عنا هلأ المكعبات مرأ الدجاج بدنا ندوبهم بشوي حليب بارد لحتى ما يجمدوا بالصخن نفس الوقت بدنا نكون عم نحرك رح ننزلون بهالشكل هاد تقريبا المكوناتنا صاروا جاهزين بيبقى المكون الأخير اللي هو كريمة الطبخ كريمة الطبخ ما بتنحط فوق سوس البشاميل إلا بعد ما نطفي النار ويهدى شوي الحرارة حتى الكريمة ما تتأثر منضيفة فوق الصوس البشاميل آخر شي طبعا نحنا بهالأثناء عم نحرك الصوس البشاميل لنحصل على صلصة كثيفة أكثف من اللبن بشوي ودأ ودأ ونحنا هلأ لابنا ما نجهز بقية طبقنا مكوناته مشاهدين وصلنا معكم لفقرتنا الطبية اللي بدنا نذكر ببدايتها بالرقم 9342 من دخل دمشق و0119342 من المحافظات السورية الثانية لتتواصلوا مع الدكتور وتطرحوا أي تساؤل بخص موضوع فقرتنا أو خارج موضوعنا بفقرتنا الطبية لليوم رح نتناول حالة مرضية ممكن تصيب كثير بفترة من فترات حياتهم ممكن تمتد لحالة مزمنة إذا ما تم علاجها بشكل صحيح طبعا نحنا عم نحكي أكيد ورد عن التهاب الغضاريف والمفاصل المحيطة فيها هو سيكون عنوان حديثنا الطبي لليوم مع الدكتور رائف ياسين الاختصاصي بالأمراض والجراحة العظمية صباح الخير دكتور صباح الخير شكرا لك شكرا لوجودك معنا دكتور أكيد شكرا لك صباحك دكتور عم نحكي عن التهاب المفاصل والتهاب الغضاريف ولكن طبيا وتشريحيا في فرق بين غضروف ومفصل أكيد طبعا أول شي لازم نحكي أنه جسم الإنسان يتشكل من 360 مفصل تصور لو ما كانوا موجودين هالمفاصل كيف لهم بده تكون حركة الإنسان موزع على 147 مفصل على العامود الفقري 24 مفصل على الصدر 86 مفصل على الطرفين العلويين 85 مفصل على الطرفين السفليين و 15 مفصل على الحوت أتصور هدول هالمجموعة كلها هن لو لاها ما فيك يتحرك طبعا في أنواع من المفاصل ثابتة أو شبه ثابتة بطيئة الحركة والمفصل المركب أو له حركات كبيرة طبعا بنا نميز كثير بين المفصل والغضروف كيف دكتور؟ المفصل هو التقاء سطحين مفصليين مع عظمتين مختلفتين يعني مثل السلامية مع السلامية السلامية مع المشط المشط مع عظام الرزغ عظام الرزغ مع الساعد هدول مفصل المفصل بيكون له سطح غضروفي له محفظة تعطي سائل معين مشان تخلي دائما في لزوجة بحركة المفصل مشان ما يصير تآكل بالسطوح المفصلية بينما الغضاريف الغضاريف ما نشوفه أكتر شيء بالمفاصل الركبة حضرتك رياضي وتعريف في عنا غضروف أنسي وغضروف وحشي في عنا أربطة جانبية عنا رباطين متصالبين هدول كلهم بيشكلوا مفصل الركبة ومفصل الركبة من المفاصل المعقدة كتير ووظيفته تماما تماما نحن بنشبهه مثل أمطصور السيارة بيخفف الصدمات بين القسم العلوي من الجسم والقسم السكلي من الجسم هاي وظيفة الغضروف وبتحمي المفصل من الكسور السريعة طيب طيب معناتنا نحن نوضح دكتور شو هي أكثر الأذيات أو شو هي أشهر الأذيات يمكن هي تصيب هاي الغضروف طالما هي تتحمل الصدمات أو تتحمل أكثر شيء الحركة الزائدة عليها طبعا هلا أكثر الأذيات ما نشوفها عند الرياضيين وهي أذية اسمها أذية تمزق الغضروف إن كان الأنسي أو الوحشي بقرنه الأمامي أو خلفي أو بجسم الغضروف طبعا تؤدي نتيجة حركة غلط نتيجة ردة مباشرة بتلاقي أنت بتشوفي بالمباريات فجأة أكل ردة اللاعب قاعد على الأرض حتى نركبته بحطته على النقارة بخوله بنج لأنه مؤلمة جدا وخاصة عقلة الركبة يعني تفتل بيقولوا الركبة بنتمزق الغضروف وبينزلق بتعمل أنعقار ركبة هذا واحدة من الأعراض اللي منشوفها دائما بأعراض تمزق الغضروف طبعا هدول موجودين بالرياضيين بكبار السن أو بالعقد الخامس والسادس من العمر بيصير في عنا تنكس بالغضروف يعني من تآكل السطوح المفصلية مع العمر مع هشاشة العظم مع البدانة مع آلية الحركة مع نوعية العمل بيبلش يتاكل الغضروف بيبلش تخفر مساحته بيصير معنا تنكس بالغضروف تنكس الغضروف طبعا يقوله علاج والتمزق لا نحكي بالعلاج طب دكتور معقول هالأذيات تحصل بعمر صغير يعني ممكن نحن نلاقي صبية مثلا عمره عشرين خمسة وعشرين سنة عم تعاني من آلام بغضروف الركبة أو بمفاصل ثانية بالجسم طبعا إذا معنا مرض اسمه روماتوئيد أو روماتيزم بالعام ممكن يؤدي إلى أذية بالسطوح المفصلية ويصير بأعمار مبكرة ويصير بأعمار مبكرة نضطر أنهم نقوم بأعمار من خاف على مفاصلهم من خاف على قلبهم لذلك نحن نريد مفصل سليم بصحة سليمة أو جسم سليم طبعا أكثر الإصابات شيوعا بين أكثر الأعمار هو التهاب محفظة الكتف طبعا عندكم عندكم الرياضيين صح أعطوهم إصابات الردود المتكررة على الكتف تثبيت الكتف يصير في عنا مشكلة في محفظة الكتف يصير في عنا تنازل القوس المؤلمة نسميه يمتد الوجع من قاعدة الرقبة للكتف لنص العضب بعد فترة يصير في عنا بداية تحدث بالحركة المريض لا يحرك كتفه كثيرا نصل إلى شيء اسمه أو كتف المتجمدة هنا وصلنا على مشكلة كبيرة بالمفصل ونجدها كثيرا وعند كل العالم إلى علاج ولكن علاجه يطول ومؤلمة جدا هذه علاجه يكون صعب سنأخذ أول اتصال معنا لنرى الاستفسار صباح الخير ألو ساعة صباحك لما صباح الخير أهلا وسهلا معنا تفضلي ما سؤالك للدكتور بس بدي أسأل لدكتور من بعد إذنه بدي أعرف إذا في علاقة بين التهاب المفاصل والاحتباس السوائل يعني أنا والدتي بصير عندها احتباس السوائل تحت الكتاب بظهرة برجليها بركبة في علاقة؟ لا أكيد ما في علاقة بين احتباس السوائل يا لما وبين التنكس المفصل بس احتباس السوائل بيكون عادة إما مشكلة كلوية أو مشكلة من أدوية الضغط تعملنا احتباس السوائل منضطر نعطي مدرات بولية تتحسن أمورها وأنا بفضل أنه تراجعي طبيب القلبية تبع الست الوالدة ممكن يغير لنوعية الأدوية القلبية أو يضف لها مدرات زيادة هو في عنا أمراض نحن نسميهم دكتور متزامنة بمرحلة عمرية معينة يعني الضغط الأمراض القلب التروية وأمراض السكر صح وحتى أمراض المفاصل وشاشة العظم كلها تترافق بعمر فلازم نفرق بينتهم اتصال جديد صباح الخير نجيب صباح الخير أهلا وسهلا فيك سعد صباحكم وصباحك نحن من أنتل الدكتور عميس معك الدكتور تفضل تغير تفضل صار معي نشفان سائل الغدروف نعم فروحت لعند الأحد الأطباء طلب صورة وصورت له الصورة تماما فقال لي بدك أوبر بلازمة تماما وأخد خمسة أو ست جلتات أيوة لكل ركبة بلت جلتات بلت أوبر يعني تماما وبعد الآلام يعني بعد الآلام ما راحل تماما أستاذنا الكريم طبعا نحن بمفصل الركبة بمفصل الركبة من مر بأربع مراحل أثناء عمرنا بالتنكس درجة أولى بيكون رايح حوالي 25% من سطح المفصل هذا منعالجه علاج دوائي بمتممات الغذائية المرحلة الثانية بيكون متاكل 50% من سطح المفصل هون منقوله تنكس درجة ثانية نحن ممكن نعطيه تلاسمة مع الجلتين المرحلة الثالثة بتكون متاكل أكثر من 75% هون منتجه على شي جديد اسمه حقن الخلايا الجزعية مناخد شحوم من بطن المريض منقلبها خلايا جزعية بوجود شركة طبعا معينة نرجع منحقنا بالركبة عم تعطي نتائج كتير حلوة عم تأخر عملية تبديل المفصل والمرحلة الرابعة هي تنكس فوق 75% صرنا بمرحلة تبديل المفصل بقى هون نحن اذا كان انت اخذ البر البلاسما وانت عندك تنكس درجة ثالثة او رابعة ما تستفيد من النون ونحن بالعادة ابرة البلاسما اللي منعطيها جرعة واحدة عم نعطيه جلتين الفيبرين مع البلاسما عم تعطي نتائج حلوة وعندي مرضى اخذينا من 2015 اللي هلأ ما محتاجوا عيدوه مرة وما في داعي ست سنين هي لساعة نتيجة تماما وانا دائما بحبز ودائما منحكي انه ابرة البلاسما يفضل انه تتاخذ بالمشفى تحت اشراف طبي وعقامة تامة وشركة موجودة انا بدل المريضي بيأخذ نتيجة حلوة صحيح نحن دكتور الاتصالات للحقيقة واكيد دكتور رائف جاهز حتى اليوم فقرتنا نساحتها طويلة نحظي طبعا دكتور انا اقوى اتصال مانا نادية صباح الاخير نادية نادية هم تسمعين نعم 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 عمو أنتوا بخير وأنتي بألفهير بعد إذنك أنا دكتور ما خليت دكتور ما رحت علي معي التياهب نعم ومعم طيب عم أخد إبار التياهب تماما كل شهر بأخد خمس إبار بس بدي قوم بقمشني من صفل ظاهري تماما وما كان الطيب مباري رحت عالدكتور قال لي هذا بالدوقت تماما بدي عرف شو محمد قاعدت قزنا عندك وزن زائد هلأ وزني تسعين تسعين أنا شوية وزن زائد طبعا الوزن الزائد بيؤدي الى انضيغات عديش العمر بس ما عرفنا العمر 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 خمسين خمسين سنة طبعا احنا هنا كمان منحكي بشي اسمه بلشنا بشي اسمه هشاشة عضم مبكرة من ضغط الفقرات تماما ضغط على جزور العصب تعملنا التهاب العصب الوركي طبعا يا صديقتي فيه علاج مادام استعملت كتير فيه عبر اسمه سيناكتين ديبوت هدول بدك تحاول تتبنيهم إذا ما عندك ربو أو سكري خمس عبر تأخذ عبر عضلية كل يومين تأخذ نتائج حلوة بروح التهاب العصب الوركي بإذن الله إن شاء الله معفايا يا رب إن شاء الله معفايا معنا اتصال جديد نغم من دمشق صباح الخير يا نغم مرحبا يا مراحب صباح الخير أهلا وسهلا فيك نغم بدنا نوضح الصوت أكتر لحتى الدكتور يفهم سؤال نتفضلي لو سمحت بس بدي أسأل الدكتور إنه أنا هلا عمري معنا وشرين سنة وفي عندي وجهة بالركب يعني هو وجه عام ما بدل أن أحدد مكان أنا محدد بالركبة فإنه لما بوقف مثلا أنا بتيبت عندي الوجه فأنا يعني بفي دوا وبتيش صورة أنا كيف يعني شو كدي أعمول عدد عم يزعجك على طلعت الدرج ونزلت الدرج يا صديقتي؟ أه ممكن يعني أنا كانوا معهم يوجعوني مثلا أنا ضعبانة أكتر أه ممكن يزيدوا على الدرج هل تحسي بأوقات عم تتعلق الركبة مثلا؟ لا ما عملت ما بتعلق بس إنه هي وجه هي كلها كلها كلك أهلا أنا بتوجه بهذا العمر الصغير طبعا نحنا منفضل إنه ينعمل صورة رينين مغناطيسي لنقيم حالة الغضاريف والأربطة بمفصل الركبة هلأ مبدئيا فيك تاخدي أي متمم غذائي مثل الريبون مثل الكلوغوزامين مثل الأرترال ناخد حبي مرتين بنهار لمدة شهر إذا لقيت حالك تحسنتي أوكي ما تحسننا نتجهنا لإجراء صورة رينين مغناطيسي لاحظة نشوف شو الحالة هناخد كمان اتصال معنا فرح صباح الخير مرحبا أهلا وسهلا فيك فرح تفضلي شو سؤالك سؤالي بتي أسأل أنا أختي عمره يعني بحدود الثلاثين بس بيصير مع وجع بآخر الظهر بسفلو يعني تماما يعني أحيانا بيشي الوجع بيشي كمتل معهن تماما هلأ هذا نحنا منقده نوع من أنواع التهاب العصب الوركي بس يفترض أنه بثلاثين سنة يا فرح أنه ما يكون في عنده وجع أنا بنصح تعمل شوية رياضة شوية أسباحة قوي عضلات ضهرة مع حبة سيتامول أو باراسيتامول أو سيتامول أي مسكين لفترة مؤقتة لتقوي عضلات الظهرة وترجعي طبيعية بإذن الله إن شاء الله يا رب لأنه مثل ما ذكرت دكتور يعني قلة الحركة أحيانا تعمل كثير تنكس بالمفاصل أو حتى التهابات نحن بغينا عنا بعمر مبكر إتصال أبعم أفوان دكتور تطلع أنت مثلا إذا كان لدينا كسر مثلا ونضع جبسين لأي منطقة بعد ما نفكر جبسين تجد فيه بوسة بالمفاصل تماما هذا هو اللي عم نحكي عليه أنه الأعداد الطويلة عدم الحركة عدم ممارسة الرياضة كله بيأهب إلى تنكس سريع للمفاصل للمفاصل مية بالمية إتصال جديد نوال من اللادئية صباح الخير صباح الخير يسعد صباحك تفضلي سؤالي دكتور بس أنا صبية هلأ في عمري 32 نعم سخصوا لي بعد جفاف بالشعر وبكذا وهي قطاط شغرين ماذا سخصوا لي؟ شغرين هذا مرض شغرين مرض شغرين جفاف نعم حسنا فهلأ كثير عم بعاني المشاكل بالمفاصل يعني موجع ووجع كثير مؤلم فشو بأخذ هيك يعني أنا حاول دلأ باللادئية ايه كثير دكتور هلأ ملا أقولي حل غير الكورتيزون هلأ هو فعلا هذا المرض للأسف أنه بناخد لفترة زمنية طويلة الكورتيزون على مراحل طبعا وفي ممكن ناخد الميتاتروكسات معه لفترة زمنية طويلة وريدك متابعة عن طبيب عظمية أو طبيب مفاصل سمعم معافي يا نوان إن شاء الله عليك ألف عافية أكيد معافيين كل المشاهدين عندي سؤال دكتور من الممكن من الاتصالات التي اجتنا عم نشوف هاي الأمراض مثل ما قلنا بأعمار صغيرة نوعا ما وكنا عم نقول قبل أنه بالعقد الخامس أو السادس يعني بالخمسينات والستينات ممكن نتبلش هاي الأعراض هاي الأمراض هاي الأمراض التهابات الغضريف وغيرها شو السبب نحنا عم نشوف هاي الأمراض دكتور صرنا عم نشوفها شوي بأعمار صغيرة أهلا ممكن الغذاء ممكن عدم ممارسة الرياضة ممكن عدم يعني متابعة الحالة عند الطبيب المختص في كتير شغلات عم نروح المريض ما عم يعرف كوين عم يروح عم يروح لعن الطبيب غير اختصاص عم يعالجوا لكي في بلد بره في شيء اسمه الفاميلي دكتورز مم ما بروح تماما ما بروح المريض لعن الأخصائي غير بعد ما بفحصوا الفاميلي دكتورز وبيعمل له فايل كامل وبيوجه باتجاه الطبيب الأخصائي المناسب هايك ما عم يضيع المريض نحنا أوقات بضيع المريض من عيادة لعيادة شفتي هلأ من بعد الاتصالات أنه ما خلي الطبيب ما راح تزاك بقى في عنا هون شيء كمان اختصاص طب العائلة عنها كمان كان زريف كتير قبل الأزمة وكان لأ ان شاء الله بيوسعوا المجال تبعوا بيعطي نتائج كتير تمام ان شاء الله يا رب وفعلا بيختار يارنا الواحد بديروح عصبية واللا بديروح حضمية ولا بديروح عظمية لأنه اختصاصين قريبين من بعضهم دائما في تنافر بين العصبية والعظمية التنافر صداقة طبعا يعني عداوة كار واحد محبة كتير أمراض مثلا بيخربة المريض مثلا أنا ركبتي بديروح عن طبيب عصبية صح مع العلم هي اختصاص جراحة عظمية طبعا من حلب اتصالنا هالمرة من إيلين مرحبا يا إيلين مرحبا يا إيلين مرحبا صباح الخير صباح النور يسعد صباحك سؤالك تفضل نعم يسعد صباحك أنا عندي ابني عمر 18 عام نعم كان عمر السنتين عنده روماتيزم نعم كتير صديد بل عمر السنتين بل سنتين تقريبا يأخذ عبر كل خبصة تماما و هلأ رجعنا له واجع البر عبوجة وركبه استقصرت له استقصرت له اللوزات؟ لا 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 يوجعوا الوزة يعني العادة لأنه لا يوجد مساكل من اللوزة تمام طبعا القبر اللي كان عم يأخذه هي قبر بنسلين بتتاخذ كل ثلاث أسابيق قبرة طبعا هلأ إذا عملت له تحاليل الروماتيزم والأيتي مرتفعة طبعا بنا نرجع نعالجه إما بالحياة سلين أو بيدواء اسمه أليتروميت أو الأرافا بيتاخذ فترة زمنية طويلة لحد ما ترجع التحاليل مضبوطة بيرجع بيتخفي هجمة المفاصل طبعا طيب دكتور يعني مثل ما عم نشوف كثير هذه الأمراض وهي الالتهابات وقالنا ممكن تمرق بكثير حياة أشخاص بفترة من الفترات وتروح أو ممكن تكون مزمنة بشكل عام كيف بيكون العلاج فيه علاج نهائي لهذه الالتهابات أو لا؟ طبعا أكيد رانا إذا نحنا اكتشفنا الحالة بالوقت المبكر في عنا علاجات كثيرة هلأ في كثير أوقات مثلا بتشوف عن طفل أنه عم يعرج الطفل العمر بين سبعة إلى عشر سنة الأهل يقول لك هاي بسيطة ردة كذا ليس بسيطة بالعكس هنا في عنا مرض يصيب الأطفال اسمه داء بيرتس يتاكل السطح تبع غضروف النموم برأس الفخز وإمتى ما تتاكل صار فيه فرق بطول صار فيه تحدث بالحركة صار فيه مشكلة تأثر على كل حياته لكن بالأخير يصل لتبديل مفسر لكي نحنا ما نستهين بأي شيء عم يعمله الطفل إن كان عم يعرج أو موجوع لأن الطفل لأن الطفل لا يعرج ولا يجب أن نوجع إذا كان هناك فعلا قافة مرضية صح نحنا ما نستهوم فيها نروح لعند الطبيب المختص ونجد مشكلة عند الطفل لكي نجد حل المشكلة التي عندها شوية أكبر من هيك تلاقيها بين العشرين وبين الأربعين سنة هو أن نخرج جافة برأس الفخز يعني تخف التروية برأس الفخز إذا لم تتعالجت بالوقت المناسب بعد فترة يصبح تبديل مفسر وعلاجها بسيطة كثير هي تسقيب العظم وحقنا بلاسما في قلب العظم ونأخذ نتائج حلوة ومنأخر كثير عملية تبديل المفسر هو المهمة التشخيص المبكر والصحيح وعلى فكرة التشخيص كثير بسيط وهو بصورة شعاعية بسيطة يعني لا بده تحليل ولا بده شي صورة شعاعية بتوجه الأهل وتوجه الطبيب اتصال من حما صباح خير رباب لسعد صباحك يا رباب أهلاً أهلاً وسهلاً تفضلي الدكتور عم يسمع سؤالك أهلاً دكتور أنا عندي واجع مفاصل عندك واجع مفاصل أوكي صار بيؤدي لوراً بالركبة تماماً قديش العمر يا رباب عمي واحدة ستين سنة ستين سنة طبعاً هذا العمر هو العمر اللي ممكن يكون في عنا التنكوز درجة ثالثة أو رابعة بمفصل الركبة بيؤدي إلى تقوس بالركبتين سببه هشاشة العظم سببه العمر سببه البداني بنصحك تعملي صورة بسيطة للركبتين بوضعية الوقوف وتبعتيننا ياها على الواتس قبل نشوف لك ياها تكرم عيونك ونعطيك العلاج المناسب وإن شاء الله بيروح الوجع إن شاء الله مع فايا كانت رباب آخر اتصال معنا الحقيقة دكتور اتصالات كثير بس وقتنا أكيد ما بيسمح لنأخذ أكثر من هذا شكرك على كل المعلومات القيمة اللي قدمت لنا ياها إن شاء الله يكونوا كمان مشاهدين يستفادوا منها إن شاء الله يعرنا شكرا كثير لألك دكتور ومثل ما ذكرنا التشخيص الموكر هو سبيل وضع اليد على الحل وعادة ما بعرف إذا بتأيدنا دكتور بيكون في ناس خايفين شخص ويقول لك أنه أنا ما بدي بدل مفصل الركبة بروح عنده دكتور لشخص بس الدكتور بيقول لي إنه فورا عمل جراحي مظبوط إنه كل تشخيص يأتي من بعده عمل جراحي إذا ما وصلنا للتنكس الدرجة الرابعة ما بنصل لتبديل مفصل الركبة وحتى تبديل المفصل الركبة بنا نطمن أستاذة المشاهدين إنه مفصل الركبة من المفاصل الكثير بتبيض الوش مع الطبيب ومع المريض تعطي نتائج حلوة تصور بأميركا مثلا كل سنة هناك 600 ألف عملية تبديل مفصل الركبة 600 ألف على عدد سكانهم عدد هائل يعني لا أحد يستحمل الوجع طيب نحن من استحمل الوجع نخوفنا من العمل الجراحي صح طيب دكتور أعطينا شيء وقائي يعني أنا ما بدي وصل لمرحلة يصير عمري مثلا 50 أو 60 سنة عاني من آلام بالمفاصل شو الحل أهم شيء لرياضة غزاء مناسب ونحافظ على الوزن تمام وبعدين بعد سن معين يعني بعد 40 أو 50 سنة عادت الأرض هذه غلط عم تؤذي المفصل عم تستهلكه بسرعة يعني كل شيء ممكن يؤذي المفصل نبعد عنه حيات 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 صحية صح بشانيك أهم شيء نحن نقول الوزن والرياضة تمام هذا أهم شيء ونحن دائما دكتوري نحرص بصباحنا أكيد دائما لدينا فقرة رياضة يمكن أن نشجع بعض العالم على هذا الموضوع وحتى الغذاء يعني أكيد ممكن للاكل هو صحيح ولكن نحاول نشجع العالم على أن يطبخوا والبيت يعملوا هذه الأكلات في البيت ستظل أحسن أكيد أنا أتمنى من السيدات طبعا لأنه عندنا مشكلة نحن فيكم بها شاشة العظم بعد السن معين أنه بعد الحمل والولادة ترجع الوزن الطبيعي أهم شيء ترجع الوزن الطبيعي وتحاول لا يزيد وزنها أكثر من بين 8 إلى 10 أو 12 خلال فترة الحمل وبعد الولادة تحاول ترجع الوزن الطبيعي تمارس الرياضة ترجع الوزن الطبيعي هذا كله أكيد بأسن ونشكر كثير دكتور لو وجودك معنا أهلا وسهلا شكرا كثير لك دكتور طالما قالت لنا أنه نحن نحاول بسباح الخير نعمل الطبخات الصحية قدر الإمكان رح نرجع لعند الشيف فايز ونشوف الشيف فايز وين وصل بطباء اليوم وين وصلت يا شيف يعطيكم ألف عافحة الحقيقة أنه نحن بلشنا بتطبيق خلصنا سوس البشاميل وجهزنا هلأ حاليا عم نطبق شكرا دكتور عم نطبق المكونات كلها ياتا كل المكونات نحن عم نطبقها هلأ حطينا طبقة أول شي بهنا بايركس بشوية زيت وحطينا طبقة من البشاميل وبعد منا طبقة من المعكرونا جاهزة مسلوقة وصفاية هلأ حاليا بدنا نحط قطع الجاج والفطر سنطلع قطع الجاج والفطر ونرجع نحط طبقة من البشاميل هلأ عم نطبقها كله ياتا عندنا الفطر بعد ما نحن هلأ في عنا شغلة أخيرة بدنا نضيفها هلأ فوق الحشوة اللي هي شوية الأوريغانو لأنه في عنا الجاج والجاج بيحب الطعمات الطيبة مثل الأوريغانو وعنا كمان مثل ما دايما بنحكي جوزت الطيب اللي هي المدللة الملكة اللي بتجي آخر شي منبشرها مباشرة ونحن بنبشرها لأنه ما بنحصل على الطعمة الطيبة إذا كانت مطحونة جاهزة من عند العطار راح نحط طبقة تانية من البشاميل ونرجع نحط كمان طبقة تانية من المعكرونا ومن بعد ما نحط المعكرونا بنحط الجبنة هلأ نحن عم نحط طبقة تانية عنا الجبنة الموزوريلا وفينا نستعمل الأشقوان لست البيت إذا حبيت تستعمل الأشقوان ومنها ندخلها بعد منها على الفرن وهلأ لبينما نجهز طبقنا ونصير جاهزين لنعرضوا عليكم راح نرجع لعند ورد ورانا يعطيكم ألف عافية موسيقى موسيقى يسعد صباحكم مرة تانية القرآن الكريم أشرف العلوم على الإطلاق وحفظ القرآن من أعظم الأعمال وأشرفة فهو كلام الله تعالى وهو خير زاد يقدمه الوالد للولد وللأجيال المقبلة من يتعلم القرآن يارنا يتعلم اللغة العربية الفصيحة والأخلاق والعلوم والقيم فكله في هذا الكتاب وفي سوريا وبمساجدها تحديدا لا تتوقف حلقات تعليم وتحفيظ القرآن للأطبال تفاصيل أكثر بالتقرير التالي اللي بيبين أديش هذا العلم متوارث وأديش قيمة القرآن الكريم كبيرة في مساجدها ترجمة نانسي قنقر أيضا ترجمة نانسي قنقر بالمقرآن already وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اِتَّقْوَا وَاتَّقُونِ يَا أُولِيْلْ أَلْبَابِ ليس عليكم يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام خص النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية من تعلم القرآن وأيضا من علم القرآن فنحن اليوم من خلال تدريسنا للأولاد والأطفال لمسنا شعور عظيم جدا هو أن بعض الأطفال لديه ميزات عظيمة لمسناها بأيدينا لديه تميز من خلال التسميع من خلال الحفظ إذا أراد الطالب أن يسمع مثلا صحيفتين أو ثلاث صفحات أو أربعة أو خمسة لا نرده لأن هذا التميز نجده عند أغلب الطلاب وليس عند الكل هالطلاب يلي أغلبون من جاوزوا مرحلة الطفولة فضلوا يؤضوا عطلة الصيف بتعلم القرآن الكريم وإتقان تلاوته وحفظه فالعلم في الصغر كان نقشي على الحجر فكيف إذا كان العلم هو كتاب الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَفْعَبْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي معاهد الأسد لتحفيز القرآن الكريم تضم الأطفال من عمر سبع سنوات إلى عمر خمسة عشر سنة ويقوم المنهج التدريسي في هذه المعاهد رقم واحد على حفظ القرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا ثم تفسيرا ونعتمد في تفسير القرآن الكريم على التفسير الجامع الذي أعده السيد الوزير الدكتور محمد عبد السبتار السيد حفظه الله تعالى القرآن الكريم هو منهج حياة والأكيد أن بناء جيل متشبع بمعاني هو بناء للمجتمع بكل تفاصيله ولأنه بيلبق لكم الفرحة رح نقدم لكم بعيد الأطحى بدل الجائزة جائستين جائزة العيد الكبرى راتب شهري بقيمة 500 ألف ليرة سورية ولمدة سنة كاملة ومو بس هيك في جائزة فورية وبدون سحب كاش بقيمة نصف مليون ليرة سورية لصاحب أكبر عدد من الرسائل المرسلة خلال فترة العيد شو ناطر؟ شغل موبايلك وابعات رسالة فيك كلمة عيد للرقم 19.98 من أي خط سورية أو MTM وخلي فرحتك فرحتين صار الوقت لنروح لعن زملتنا هدى الأسعد ونشوف الوجبة الفنية اللي محضرتها لليوم صباح حير يا هدى صباح الخير ورد صباح خير هدى صباح خير صباحك صباح صباحك مرحبكم اليوم ماذا الأخبار؟ ناطرينك تعطينا الأخبار بصراحة أنا أول ما فتت على الكواليس ورد من وراء الكواليات ماذا الأخبار؟ ماذا الجديد؟ اليوم أخباري هي جديد ولكن ليس عن الأعمال الفنية أنا كتير حبيت اليوم معكم ومع المشاهدين نشوف أجواء الحفلات التي كانت بعيد الأضحى للصراحة رجعت الحفلات كتير جميلة العالم بدأ تنبسيط العالم بدأ تفرح العالم بدأ تعيد العالم مشتاقة لهالجمعات فكيف الفنانين يلي مستنين هاد اللقاء مع جمهورهم؟ فحسيت أنه خبر لازم نعرضه على المشاهدين ولازم هيك ورجيكم أجواء شوية من الحفلات ما قدرنا نروح نحضر كان صعب فقالت نحضر فجبنا الحفلات لعنا فجبنا الحفلات لعنا وحبلش بأكتر حفلة كانت عاملة صدق كتير كبير وتحديدا بالسعودية وهي حفلة سلطان الطرب يلي غنى لأول مرة بجدة بالسعودية هاد الحفل طبعا كتير تنظم وكتير عملو له هيك متل دعايات كتير كبيرة قبل ما يروح جورج والسوف لأنه هاي أول مرة خلال كل مسيرته الفنية أول مرة بروح بقابل هذا الجمهور يلي حتى هو خلال الحفل قال بحرف واحد أنا بعرف قداش بتسمعوني وبعرف قداش بتحبوني وهي أول مرة بتشوفكن لايف فأنا حتى كتير حاولت تدور لكم على غنية كاملة من هذا الحفل ما بتتخيلوا كم الجمهور يلي كان عم بيغني مع جورج والسوف يلي كان صوته أعلى وكان شو بدي لكم تعبير عن الفرح كان بحالة واحدة بهذا الجمهور تحديدا هو الهتافات والتسبيق بشكل قوي جدا فشوفوا كيف كانت الدخلة يلي نحضر سوا قداش تحديدا وكانت دماء وكانت دماء وكانت دماء وكانت دماء وكانت دماء طبعاً يعني يمكن كلكن عم تقولوا إنهم كان شو قال يلي قالوا نفس الى كلكن يا بالدداية أنا عارفانه شو الأسئلة تصير ضغمية ممكن نسأله؟ ممكن؟ ماذا قالوا؟ بالضبط أن هذه أول مرة أرى أنه أنا سعيدة أني موجودة ضمن هذا الجمهور الذي يحبني ويتابعني ويعرفني كثيراً ميح وللأسف هذه أول مرة أرى بعد كل هذا العمر، الله يعطي طبط العمر ويقوي وأساساً ناطرين شي جديد أكيد بعد يهاع الزمن التي حققت ملايين المشاهدات على يوتيوب ويبدو في شيء بين جوزيفا عطية وجورج والسوف لأنه من يومين ثلاثة أو قبل العيد انتشرت صور كثير قوية يبدو في عمل بصراحة جوزيفا ما صرح ولكن بتحس أنه في شيء فناطرين لنشوف إذا في عمل جديد لنشوف شو الجديد، لنشوف شو الجديد أكيد خبري التالي هو عن وائل كفوري يعني أنا ورنة وورد كنا عم نحكي من قبل شوية يعني عن جد الحب بغير جد بغير متغير وائل بحفلاته بالحفلات ورد، شخص جديد شخص تماما مختلف، أغاني جديدة، أغاني صيفية، حفلات يعني متل ما بنقول بالعامية خط خط يعني هيك بالحرف الواحد جايبت لكم حفله بدبي هذا الحفل كان معه أكيد الفنان من الحمزين وكان معه محمد خيري هذا الحفل يعتبر من أهم أكيد الحفلات لأنه هؤلاء الأسماء الثلاثة بالوسط الفني كتير مهمة ولكن ما أحكي لكم عن وائل كفوري تحديداً؟ وائل كفوري خلال هذا الحفل الذي جاءت لكم أنا كمان مقتطفات منه غنى البنت الأوية أو سكر عم ربه أنا معه أغاني على الإسم السوري على الإسم السوري، غنى بنت الأوية ثلاث مرات وما تتخيلوا السعادة التي كان فيها والفرح وهذا الحفل دعني أقول يكسر القواعد قليلاً عند مبادئ وائل كفوري غنى نص ساعة زيادة عن العقد المكتوب هل تخيل أنت إلى أين تكون؟ كيف هو معناته مبسوط؟ رواء إنه رواء كثيراً وصارت قصة أساساً بينه وبين ملحم زين قبل هذا الحفل أنا معه أشوف أجواء وائل كفوري وأشوف كيف غنى مقتطفات شيء لوديع الصافي شيء لعم كلثوم وشيء أكيد من أغاني الأديمة والجديدة فأنا جمعت لكم موال هيك أصير لوديع الصافي وغنية لوائل جيد؟ هيا هيا يا أخلي أشوف أكيد يا أخلي أشوف يا أخلي أشوف أكيد 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 موسيقى يعني أنا قلت الجمهور أدااش عم بغني نحن هون عادينا 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 نحن عادينا عادينا طبعاً، والذي أحبت أقول عن هذا الحفل مل حمزين وصل إلى دبي لم يكن معه فرقته بسبب إجراءات الكورونا والبسير جميعاً لديه الإجراء لذلك كان ممنوع لدخول إلى دبي فاقترح الفنان واق الكفوري أن يغني مل حمزين خلال هذا الحفل على فرقته هذا الشيء بالوسط الفني نوعاً ما انقرض نوعاً ما ممنوع لا يوجد الفنان يرضى أن فرقته تعذف مع فنان آخر ولكن واق الكفوري ومالحام زينت بكل مناسبة بأثبتهم أنهم أصدقاء وأنهم لا يوجد مشكلة بهذا الموضوع الإثار هذا؟ طبعاً أنه أنا لا عندي مشكلة فرقتي فرقتاك وممكن أن يحدث هذا الموضوع ولكن عن جد بغير بين غير فنانين لا يوجد لا تحدث يعني؟ لا لا مثلك أنه ممنوع تغني لي غلنيتي رنم إذا تريد إذا لا أستطيع أكيد هذا كان خبري عن واق الكفوري أما الخبر الذي بعده يعني تامر حسني من الفنانين يعني إذا ما في عيد بيكون هيت أي حفلة بيعمله هو بيعمل شو رهيب مع دانسرز مع فرقة مع مؤسرات بصرية هو استعراض حفلة بيكون استعراض بشكل واضح ما رح أحكي كتير رح ورجيكم أكتر كيفات وما نشي مختلف للصراحة عن حفلاته السابقة عيد أضحى عيد الفطر مناسبة عادية لا تامر حسني بس يكون في عنده حفلة لازم بيولع بيولع الجو تماماً ولازم نعرف أنه رايح على عرض غني كلها بتتأدى من أول وجديد وأغلب القنوات الأغنية التي لا تقوم بها فيديو كليب يأخذون من ضمن أي حفلة نهاية الحفلة فعلاً تامر حسني كتير بريح بهذا الموضوع أحبت تسمعي غنية لتامر حسني وتعرضيها حفلاته كتير بتساعد كتير متكاملة وكتير بيكون مشغولة عليها تعاوا بس أرجيكم بهذا الحفل كيفات وشكوت كيف غنى بحبك اللي هي أغنية فيلمو الجديد حفلاته وشكوت كيف غنى بحبك اللي هي أغنية فيلمو الجديد وعليه دولي يعني وشكي تعالي هنا أغنية فيلمو الجديد تعالي هنا أغنية فيلمو الجديد قلب إزاك بدأي باحتين أعرف أن أحس معاكي أغنية فيلمو الجديد ضمنتيني على عملي يا هديتي عرض صبري كيفية اسمي صوت حولك وفيكي سيقيني شوية أحبك فيكي يعني هذا جزء بسيط من هاي الحفلة يلي صارت بالعلمين يلي هي بمصر بالساحل الشمالي نفس الأجواء تماماً كانت مع ميريان فارس بالإمارات بأبو ضبي تامر حسني وميريان فارس كانوا بالعيد سوا فتخيلوا تنينة هون استعراضيين تنينة هون عندهم هاد الاهتمام بأنه يطلعوا مختلفين أو يطلعوا شوي ما بيشبهوا كثير تماماً ورد يعني بالنسبة لميريان فارس ميريان فارس بصراحة بين كل هذه الحفلات يلي ذكرتها تصدرت خليني أقول المحركات البحث على السوشيال ميديا يعني يلي عنده بيناتنا صفحة ما بيهتم بولا خبر فني طلع أكيد شاف ميريان فارس بحفلة بأبو ضبي خيل لهي الدرجة انتشرت الفيديوهات يلي نشرتها هي ويلي نشروها المتابعين ميريان صلى مراحة على أبو ضبي تقريباً سنة ونصف فكان هاد السعادة بوجودها واضحة عليها واضحة على الجمهور فخلونا نسمع شوي شو غنيت ميريان كمعانا جابت لكم مقتطفات وبرجع حتى لكم آخر حفلة معي لليوم حضر موسيقى 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 أما آخر الحفلات اللي يوم جبت لكم ياها وقيمت خلال عيد الأضحى هو الحفل يلي كان في إله خلينا نقول رسالتين رسالة إنه بيروت هي مدينة الحب والأمل والإيمان والقوة وأكبر دليل هو الحفل يلي صار بأول أيام عيد الأضحى مع الفنان عاصر حلاني ملحم زين ونادر الأدات هذا الثلاثي كانوا موجودين مع بعضهم براس السنة كمان بيروت كان عندهم نفس الرسالة إنه نحن شعب قوي ونحن شعب يحب الحياة وكتير حلو نعيد ضمن أهلينا نفس الشي صار يوم راس السنة يمكن اختلفت أكيد الظروف الظروف أصعب حتى الفنانين بيقولوا هذا الموضوع إنه كل شي تغير ولكن ما بتتخيلوا أجواء هذا الحفل شو كانت خلينا نقول هيك إيجابية وتعطي طاقة مو بس لأهل بيروت ولا لأهل لبنان وتعطي طاقة لكل الدول العربية إنه لازم نعيش لازم نغني لازم نرأس و لازم نعيد أوكي؟ فخلينا شوف كيف كانت أجواء هات الحفل أصينا لكم بخير بتبعاد عجميع يا رب بالصحة أرمشي وراح للبيل وش سعادة اليوم نحن نسلتنا أنه بيروت يدق الفرح والفرح أطول من هون من بيروت سمعنا زقفة لبيروت والله هيدا الجمال اللي وراها إن شاء الله بنعاد عليكم الصحة والسلامة ونحن نعيش في ذوقات كل ونحن نرحب بكل الموجودين معنا اليوم هذه الحفل حاولت عن جد أن أجد أن أجد أجواء الحفلات والفنانين كيف كانوا يتفاعلوا مع الجمهور بعد هذا الغياب الطويل وهذا وقلصت كثير حلوة هذه الجولة يعطيك أكماع فيها يا هدا ونصري هناك أسبوع القادم إن شاء الله شكرا لك أشكرا لك هدا مشاهدينا في هذا الوقت من السنة ومع ارتفاع درجات الحرارة تبحث النساء عن مكياج صيفي خفيف ما يمكن بينتزع بسرعة بفعل الحرارة والتعرق فشوية أبرز الخطوات والطرق لا تحصلي على هذا المكياج رح نعرف سوابها التقرير موسيقى الصيف مليء بالأشياء الرائعة لكن كريم الأساسي الدايب وكحل العيون الملطخ أكيد مو من بينها التعرق بالأيام الحارة عم بيسبب مشاكل لكل سيدة وبما إنه هلأ فصل صيف رح نقدم لكم شوية نصايح لإطلالة لطيفة بهالجو يلي عم بتكون فيه درجات الحرارة مرتفعة الطريقة يلي بتعتني فيها ببشرتك ما بتقل أهمية عن الميكوب لهيك استخدمي مرتب خالي من الزيوت بفترات الصبح بعد ما تتأكدي من إنه البشرة متصت المرتب بجواءة حماية البشرة من أشعة الشمس استخدمي واغي شمسي يحمي بشرتك تحت الميكوب وأكيد ما رح تندمي ع السواني القليلة يلي رح تحطي فيها طبقة برايمر لأنه بيسبت الميكوب من دون ما تحسي لوجوده الميكوب بلندر الرطبة بتساعدنا نمد المكياج الكريمي على وشنا بطريقة أسهل ولما بيكون الجو حار أفضل طريقة لتجنب تكتل المكياج هي استخدام طبقات رقيقة منه أو الاكتفاء باستخدام الكونسيلر وكريم ترطيب ملون إذا حبيتي تضيفي لوشك إشراقة يوصي أيضاً خبراء التجميل بوضع البرونزر على النقاط العالية من وشك يعني كأنه الشمس عم تضرب وشك بشكل طبيعي حطي البرونزر على جبهتك وإضام الوجنتين ودقنك وأنفك كل ما منحب التواهج اللطيف لكن في فرق كتير كبير بين الإشراق الصحي واللمعان تجنب كريم الأساس أو أي شيء مضيء رح يساعدك تخبي التعرق بشكل أكتر ويترك نظارة بشرتك تتولى المهمة الألوان الغنية والعميقة إلى مكانة لكنها تقيلة بفصل الصيف بالأخص للوق الصباحي اختاري الألوان الشفافة والنيوت كولرز وتجنب تستخدم كريم فوق العيون طبقي الآيشادو يكون أساسه بودر مباشرة على الجلد لحتى يدوم لفترة أطول ولا تنسي كمان أنه حمرة الخضود بتضيف التوازن لأي مظهر وتأكدي أنه المنتجات يلي عم تستخدميها يكون أساسة مسحوق فودرة خالية من الزيوت ودايماً خلي بجزدانك علبة بودر وفرشاية حتى تصحي التعرق والأخطاء يلي بتصير بسببه أيضاً كل أنواع الميكوب الواتر بروف مناسبة جداً للرطوبة والصيف لكن استخدميها بحزر لأنه إزالتها تتطلب مواد خاصة وقوية اللمسة الأخيرة لا تنسي تستخدمي سبري تثبيت الميكوب وهيك تحصلي على لوك فرش والصحي بالرغم من درجات الحرارة العالية كيف عم تكون أبراجنا لليوم مادام نجلة قباني صارت موجودة لتخبرنا صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير يا لنا صباح الخير لكل المشاهدين تمنيات لألكم بالسعادة بالهناء اليوم 26 تموز 26 سبعة كواكبنا ما زالت في أماكنها وطارد كوكم السفر والأوراق يتقدم في برج السرطان المريخ اللي بيعمل نزاعات أكتر من العقل يتقدم في برج الأسد قول بقى يالو يومين ثلاثة لسه شوية تحذيرات لبرج الثور برج العقرب برج الدلو على المستوى الصحي إضافة إلى وجود الزهرة في برج العزراء يعني بلشت تتحسن أموره لمولود برج العقرب أمور مولود برج الدلو أمور الجدي والثور وأكيد العزراء أول أخباري اللي عزيزنا مولود برج الحمل اللي غالباً منبارح ببعض الظهر لليوم غالباً في بعد أو قطيعة أو الأشخاص اللي حواليك شوي سلبين أنا برقي لا تحزن لو صدمت اليوم بأخبار ما كتير مريحة أو في شيء اللي علاقة بكشف أسرار أو في نوع من أنواع الأمور اللي العلاقة بالأحلام الغير محققة استشر ثم استشر ثم استشر مولود برج الثور يوم للتواصل للتفاهم للتنقلات للأخبار الجيدة ليكون عندك حياة أسرية عائلية إيجابية لا تفوت فرصة لدعوة أو مناسبة اليوم مبسوط مولود برج الثور مع الناس الحواليه حواليه مرح وتسكية اكسرنا تعباً بين مبارح واليوم ومولود الجوزاء ليس في حالاته الأفضل غارباً فيه قرارات عفوية غير مدروسة فيه حداً معصب حاول تكون متحفز بكلامك حتى مع الناس اللي ما كتير بيعني لك أمرهم كأنه فيه ملل أو إحباط أو نوع من أنواع الندم ياريتني هاي القصة ما عملتها ياريتني ما حكيتها يعني حاول تكون أكسر انتباهاً مولود الجوزاء حد الأيام الأفضل العزيز ده مولود برج السرطان وغالباً هاي الأيام قصصك العملية قصصك الشخصية ممكن تكون إيجابية فيه تأدير من الناس لألك أنت مبتسم ترفض التعب مولود برج السرطان وربما تسعد لخبار مفرح على كل الأصلة مواليد برج السرطان هالشهرين ثلاثة عندن حلول مولود برج الأسد اليوم الأمور أفضل بكتير من الكاميوم اللي راحوا على الأقل فيه محبة أو فيه مصالحات أو فيه راحة نفسية أو يمكن مساعدة من العائلة والزملاء يعني وجهات نظرك اليوم قادر تشرحها بهدوء أنا برأي هل ثلاثة أربعة الجاين ثلاثة أربعة تيام الأفضل لمولود برج الأسد لأفكار إيجابية أو لترتب أمورك بشوية مساعدات أو لتشعر أنه فيه مدح دعا تشجيع لست في حالتك الأفضل عزيزنا مولود برج العزلاء ممرتاح فيه شيء اللي علاقة بها فوات صغيرة أو بعض التأجيل أو بعض التأخير أو قصة ما كتير مريحة بالنسبة لك كأنك تعاني ظلم أو بعض الإساءة أو حاول تكون لطيف في التعامل أو بالحوار يعني أنا بلاقيه حاول تغفر أخطاء المحيط من حولك لأنه هاي الأيام أيام فيها نوع من أنواع القلق وكأنك فاقد للطاقة ما بعرف إذا في قصة من الأمراض الموسمية يعني وارد هذا القريب الخفيف مثلا أو في حدا حابب يتخانق معك اليوم ما بعرف حابب وارد تتخانق معي مساعدات قليلة لمولود برج الميزان عفكرة وارد هيك عم يعمل لي حاول ما تتخانق معي إطلاقها لقيه لك شي حدا آخر تتخانقته اليوم يوم جيد لمولود الميزان رغم أنه شغله كتير عمله كتير وارد أن يكون فيه نوع من أنواع الاستهلاك الجهد في أشياء لا تلزم يعني ما بعرف إذا حمية غذائية رجيم أو قصة صحية أو بعض المسكينات لا تخلي اليوم الشغل يتعبك يعني ما تقضي كل وقتك بالشغل إذا قدرت ترتاح لك شي ساعة ساعتين ظهر بتكون كتير منيح ورتب أولوياتك وإذا حسيت أنك شوي متعب مولود برج الميزان لا يعم نعتقد لك حبة مسكين ما عندك شي سيء صحيا أمورك إيجابية جدا مولود برج العقرب سواء عمليا سواء شحصيا الزهرة دخلت إلى برج العزراء عم بيخلي بينك وبين الآخرين لقاءات أو نقاش لأمور مستقبلية أو نوع من أنواع الإطراء أو المدح لإنجازاتك هاي الأيام عم تحط خطط كأنو للمستقبل وعم ترتب شؤونك والحظوظ مساعدة الآن مولود برج القوس أو مبسوط خليني أقول هلأ غالبا الناس اللي حواليك بدايقينك ومن الواجب أنك تتحملهم اليوم يوم فيه هيك قصة تخص الآخرين شغلته لمولود برج القوس أو ممكن ينفتح الباب على مواقف خاطئة حاول توزن كلماتك يعني اليومين مشغول دايق خلقك معصب في عندك نوع من أنواع لها فوات صغيرة اللي ما كتير عم تغفرها ممكن من الغير بس ما كتير عم بتمرقة هلأ نحن لما نكون عصبيين أصلاً أو حساسين ففعلياً ما كتير من مرق الأمور الصغيرة الجدي حركة نشاط والحياة الأمور مبشرة بالجديد بالمتين وخاصة أنك عم تأسس لشي جديد فيه سل التفاهمات بإيده اليوم مع أشقاء مع أهل مع أصدقاء مع زملاء والحظوظ مساعدين الجدي لتقارب أو لتفاهم أو لحركة أو لتعارف أو لاتصالات عزيزة مولود برج قلدله غالباً عم تطرق مصاريف إضافية يعني حاول تنتبه للضروريات والأولويات أنت حداً كريم وما بيعرف يمسك قرش لذلك هاي الأيام أيام لازم تحاول تستخلص العبر من تجارب فاشلة خطها على الصعيد المالي الآن في بعض المضايقات خاصة بالشهر الماضي تأصلاً طالع من شهر كان الأكثر تعباً على الصعيد المالي لذلك يعني بس انتبه مالياً لأنه أصلاً الشهر القادم أفضل بكثير مالياً عاطفياً الحوت قد يسعد بخبر اليوم أو عم بيصب تفكيره بعلاقات شخصية أحد الأيام الجيدة اللي ممكن تفكر فيها بقضايا مهمة الأسبوع القادم كله عندك إصعى عاطفيه عائلية ربما عم تحاول تحلها ربما بعض الأخطاء عم تحاول تصلحها يعني عم توضع النقاط على الحروف والحقيقة حظوظك إيجابية وجيدة خليني عايد مولود اليوم اللي هو مولود 26 وتمنى له السعادة مولود 26 شخص مبادر لبق لطيف من الأشخاص اللي زكي حازق بيعرف يرتب أموره بيعرف يلاقي حل لكل مشكلة ما بيقع بورطات كبيرة لأنه يفكر قبل التصرف مشكلته أنه صاحب خطوة ناقصة دائما يعني بيترك شغلة هو مبلشها ليروح على شي تاني يحسوا أنه هوا أكتر لذلك يعني ما كتير بيستقر عموما إلا إذا قصة يعني صلى فترة وبيحبها طبعا من الأشخاص اللي بيغيروا رأيهم بسبب الآخرين يعني الآخرين اللي تأثير عليه متفائل صاحب ابتسامة جزابة من الأشخاص الديناميكيين صاحب حيوية لافتة جريء بقول كلمته بصوت عالي قوي ويحلم بالسلطة السنة هو ناجح خاصة هالشهرين الثلاثة حيوي فعال عم بيروح الوقت بتفاصيل إيجابية الأمور العاطفية وتعتبر الأفضل بالنسبة لك والأحسن خاصة كحظوظ مساعية مايا سن تحظك يا مايا لكن ليس شهر أب شهر التاسع وما بعد اللي هو قيلول أنا بيخطر لي عم قلك سن تحظك لأنه هي بالنتيجة سنة كتير مهمة كتغييرات وحتختميها أفضل مما بدأت فيها عبير عم تسألني عبير يعني بلجت الأمور تتحسن ما أنا كبسة زر ما أنت طالعا من الشهر الأكثر تعبا بس برجشت الأمور تتحسن ورايحة باتجاه الأفضل عبير سنة قادمة جيدة وحتختميها إذا أراد رب العالمين بأفضل مما بدأت فيها يا رب كلنا نخطروا بسنة هاي بأفضل مما بدأناها مساعدة الصباح تكونوا ونظلوا بخير إن شاء الله يا رب هكذا جميعا إن شاء الله يا رب ومنزورك شكراً كثيراً شكراً كثيراً صار الوقت مشاهدينا لنروح لعند الشيف فايز مرة أخيرة ونشوف طبقنا بشكل نهاي أشعتلكم مشاهدينا الكرام سنقدم لكم طبقنا اليوم بشكل نهائي طبقنا اليوم لذيذ سريع محبب لدى الجميع طبقنا اليوم هو مع كارونا بالبشاميل مع قطع الدجاج بيبقى أقولكم بس إنه صحتين اليوم بيشبه اللزانيا كتير الطبق من فوق بس كمان يمكن مكوناته فينا نلعب فيها شوي فيها تعدل ست البيت فيها تاخد مثلاً شغلات متوافرة أكثر حسب أكيد سلام إدك يا شيف وشكراً لكم مشاهدينا على متابعتكم لحلقة اليوم نلقاكم بكرة أكيد 10 وربع صبح منكم على الموعد فخلكم دائماً معنا تظلوا بخير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر